اشتركوا في القناة اهلا بك اهلا بك اهلا بك اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم دائما في ملك وكتابه حلقة مهمة جاية في توقيت بعض الناس سورها شيء من الالأ على كرة النادي الاهلي هل الاهلي صاحب الارقام القياسية اللي كان بيتكلم على انه هو بعيد جدا عن اقرب منافسيه هل كرة القدم في الاهلي فعلا في حالة الالأ ولا الوضع ايه هل ناقش دا وهل ناقش كتير من مضامين هذه الحلقة المهمة بكل اريحية ان شاء الله ونصل مع المهندس عدلي لرؤية طمينكو على واقع ومستقبل الاهلي ان شاء الله حلقة مهمة فيها ثلاثة عنوين الانتخابات بين ما فات وما هو قات كرة الاهلي مشروع ألأ ولا ألأ مشروع ويبقى دائما عظيم مصر وحكايته مع الاهلي دي الى ثلاثة عنوين اللي ان شاء الله تستمتعوا بالمضمون المتنوع اللي فيهم لكن خلينا نقول ان النهاردة الاتحاد الافريقي لكرة القدم بيعلن عن أسماء اللاعبين السلاسل المرشحين لنايل الكرة الزهبية تعرفين ان الحفل الكبير هيقوم في أكرى العاصمة الغنية ان شاء الله يوم 4 يناير اعلن الاتحاد الافريقي عن الاعداد اللي تم تقليصها في كل فئة يعني فيه منتخب أفضل منتخب في العام 2017 الترشحات النهائية داخلة ما بين مصر ونيجيريا والكاميرون أفضل لاعب هذا العام محمد صلاح والجابوني أوبوما يونج لاعب بروسا دروتموند وأيضا ساديو ماني السنغالي زميل محمد صلاح في ليفربول دول الثلاثة اللي هتشملهم المنافسة الشديدة اللي هيعلن عنها يوم 4 يناير أعتقد أن المسيرة التي يقدمها محمد صلاح بإذن الله تعطيه الأفضلين ان شاء الله انتوا عارفين أن دي مجرد الاتحاد الافريقي بيعلن عن 3 وما بيسميش اللي فازي لكن اللي فاز فاز لأنه الاستفتادة الاستمارة بتتبعت لكل مدرب المنتخبات الافريقية يعني ال54 مدير فني في أفريقيا لهذه المنتخبات قدل بصوته في هذا الاستفتاد ورحل الاتحاد الافريقي اتفرز فدول الأعلى أصوات مين الأول ومين التالي ومين التالت بيحتفظ بيها لحين إعلانها في الحفل الكبير اللي حيكون ان شاء الله يوم 4 يناير بإذن الله في غانا لكن كمان أفضل مدرب هذا العام هكتور كوبر وجيرون ترور وحسين عموتة التالت مدربين زي أفضل نادي في العام برضو هل هو الأهلي ولا مازنب الكنغولي ولا الوداد البيضاوي المغربي أفضل لعبة في العام أسيسات أشوالة ولا كريستينا كاجتلانة ولا جابرييل عبودي برضو أحسن لعبة في كرة القدم بين التلاتة أفضل لعب شاب في العالم دياتا ولا باتسون داكا ولا سلام جيدو برضو بين التلاتة وأفضل منتخب سيدات منتخب غانا تحت 20 سنة ولا نيجيريا تحت 20 سنة ولا جنوب أفريقيا دي الفئات اللي بيتم من خلالها الاختيار مين اللي حيكون أفضل في كل فئة من هذه الفئات بعيدا عن السيدات ومتخبات تحت 20 تلاحظ أن مصر والأهلي لها نصيب في كل أفضل لاعب أفضل مدرب وأفضل نادي وبإذن الله يكون حظ مصر في حظ الألقاب الثلاث بإذن الله